فسط المجلس الانتقالي سيطرته على معظم المحافظات الجنوبية ولم يعد للحكومة من وجود في هذه الجغرافية هذا الوضع أثر على ملف الخدمات بشكل واضح لكن المفاجأة أن يظهر بعض قيادات الانتقالي يؤكد أن مهمتهم لا تتضمن توفير الخدمات فما هي مهمة الانتقالي وقياداته إذن؟ أهلا بكم على الرغم من أن الحرب التي شنها الانتقالي بدعم إمارتي على الحكومة والسلطات المحلية الشرعية في عدد من المحافظات الجنوبية كانت تحت شعارات عدة أهمها مواجهة فساد الحكومة ومعالجة نقص الخدمات بالإضافة طبعا لشعار سعدة الدولة الجنوبية إلا أن الوضع ازداد سوءا في هذه المناطق ولا يبدو أن لدى الانتقالي خطة حقيقية لمعالجة الاختلالات التي تسبب بظهورها وفي مواجهة تصاعد الأصوات الشعبية المطالبة بتحمل الانتقالي لمسؤولية اهتجاه حياة المواطنين في هذه المحافظات ظهر بعض قياداته يؤكدون أن هذه ليست مهمة الانتقالي فمهمته تتلخص في السعادة الدولة الجنوبية فقط فيما يجب على الحكومة اليمنية أن تتحمل كل تكالف ذلك المشروع أو أن يدير المواطنون حياتهم بالطريقة التي تناسبهم وفي حين يقول مناصر الانتقالي أن هذا أمر طبيعي طالما أن المجلس لا يفرض سلطته على كامل ما يسمونه الجنوب العربي يؤكد الطرف الآخر أن هذا هو الوجه الحقيقي لمهمة الجماعات والميليشيات الموالية لأبوظبي والتي استغلت شعارات القضية الجنوبية واستعملتها لتحقيق غيات لا علاقة للمواطنين في الجنوب بها للنقاش في هذا الموضوع سيكون معنا من القاهرة القيادي في الحراك الجنوبي السلمي عبد الكريم السعدي ومن نيويورك الناشط السياسي أحمد الصالح أرحب بكم أضيفي الكريمين وأطرح عليكم السؤال المشترك وأبدأ معك سيد الصالح غابت الحكومة عن عدن ومعظم المحافظات الجنوبية من يتحمل الآن مسؤولية توفير الخدمات العامة للمواطنين؟ بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساء الخير عليك وعلى سادة المشاهدين الكرام وعلى أضيفك الكريم أيضا في البداية دعني أترحم على شهداء الإمارات الذين ارتقوا اليوم في بلادنا وتمنى وأدعو الله أن يتغمدهم بأسع رحمته وأتقدم بالتعازي أيضا للقيادة الإماراتية ولشعب الإمارات القاطبة حول موضوع الخدمات هناك قوانين دولية تنظم مثل هذه الأمور وتحمل المسؤولية من بيده المسؤولية أو من يلتزم عليه المسؤولية دعني أعود بك فقط إلى الوراء قليلا فيما حصل مثلا في صنعاء ونحن بعيد عن التشبيه لكن سأسقط لك الإسقاط نفسه عندما سقطت صنعاء وانقلب الحوثي على إنقلابه وشكل بيان دستوري وطرد الحكومة والرئيس وغيره بقي عليه التزامات بقى الحوثي يصرف راتب رئيس الجمهورية من صنعاء وكل الموظفين الشرعي الذين لديه هل كان محبة لهم؟ أو كان بناء على رغبة باستعادتهم؟ لا كان بناء على مسؤولياته القانونية أمام المجتمع الدولي المجتمع الدولي لديه خطوط عريضة جدا وليه قوانين نظمتها الحروب والإنقلابات وهذه الأمور لا تسقط على أي طرف يكون بيده إرادات الدولة ومؤسساتها أن يقف عائق أو يمنع وصول الخدمات أو الرواتب أو لحد الأدنى من ما يفترض به تسير الحياة اليومية للمواطنين حتى وإن كانت في حالة حرب وخصوم وقتال ما حصل في عدن مع فارق التشبيه تماما حركة تصحيحية لتصحيح الوضع الأمني الذي حصل هناك مؤسسات الدولة لازالت قائمة وتحكمها إدارات شرعية الأجهزة الأمنية والعسكرية لازالت كما هي قائمة كل مؤسسات الدولة التي اليوم موجودة في عدن هي بيد الدولة لم يأتي أحد من المجلس الانتقالي ليسيطر على مؤسسة أو مرتق أو مينة أو شركة على الإطلاق وبالتالي من يقبض الإرادات اليوم ويتحكم في البنك المركزي اليمني حتى وإن كانوا في الخارج لازالت ما يسمى بالشرعية المسؤولية القانونية والأخلاقية على المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي على هذه الشرعية هذا لا يعفي أيضا بأن تضغط القوى والفعاليات السياسية في اتجاه بأن تطبع الحياة لكن دعنا نقول بوضوح أكثر هل التزمت الشرعية في الأساس عندما كانت أصلا موجودة في عدن؟ هذا ليس موضوعي الآن سيد الصالح دعنا نتحدث عن الوضع الحالي الآن أنتقل بالسؤال المشترك إلى الأخ عبد الكريم السعدي القيادي في الحراكة الجنوبية السلمي أسألك سيد السعدي ذات السؤال غابت الحكومة عن عدن ومعظم المحافظات الجنوبية من يتحمل الآن مسؤولية توفير الخدمات العامة للمواطنين؟ مشاء الخير وتحياتنا لكم ولضيوفكم العجاء ولغناتكم وفي الحقيقة أعوذ البداية أشمح لي أن أترحم على من يقتلون في أرضي في اليمن في الشمال وفي القنوب ونسأل الله أن يرحمهم ويتقبلهم قبولا حسنا وينزلهم من ذلة الشهداء وهم الأحق بالرحمة وبالنسبة للسؤالكم طبعا في الزواجية في الخطاب عند بعض الأخوة الجنوبيين أو بالذات المجلس الانتقالي الزواجية الخطابة هذه تظهر في مظهر الضعيف ولا أدري ما الفايدة التي يريد أن يقنيها من هذا الخطاب المضطرب الخطاب الذي يضرد هادي ويعلن اعترافه بشرعية هادي وأنه لن يتخلى عن هادي الخطاب الذي يضرد والفعل الذي يضرد الحكومة ويحمل الحكومة مسؤولية القيام بواقباتها الخطاب الذي يخرب كل شي ويدعي أو يشتكي أو يتظلم من غياب البناء والتطور وإلى آخر نحن أمام الخطاب مضطرب الحكومة أخرجت من عدن ولن يعدلها وجود وعندما كانت موجودة أيضا كان يتعطل عملها كانت هناك منابخ في عدن محتلة يصيضر عليها مليشيات الانتقالي الإماراتية بوضوح وكانت تعطر العمل وإضافة إلى ما ملدى الحكومة من فشاد صارت تعطيل الممنهج من قبل هذه المليشيات شبب رئيسي لتعطيل الحياة اليومية للمواطن العادي في اعتقادي أن القوانين الدولية التي تحدث عنها أخي الصالح تفرض على أي قوة كانت دولة أو كان انقلب داخلي يحتل بقعة جغرافية أن تقوم بواجبتها تجاه المواطنين في هذه البقعة الجغرافية أن توفر لهم ضروريات الحياة هذه القوانين الدولية ناهيك عن القوانين الأخلاقية التي تتضلر ذلك وخصوصاً عندما يكون حدث كحدث في الجنوب في الجنوب فالناس أهلنا وهم يحتاجون إلى الخدمات ويحتاجون إلى عادة الحياة فلابد هنا أن تتدخل الأخلاق وليش الذكاء أو التذاكي أو اجزواجية الخباب أو خلق المبررات أمش أو أول أمش يتم مهاجمة وزارة الإعلام أو إدارة الإعلام في عدن كيف يقول الأخي أحمد أنه لا تتم مهاجمة المؤسسات الحكومية تتم مهاجمة المؤسسات الحكومية وتم تقعيدها وتم تحييدها وتم تعطيلها وأصبحت عدن اليوم تعاني مشكلة واحدة فقط وإذا كيف تواجه الأقتحامات كيف تواجه المطاردات كيف تواجه التصفيات الحسابات الشخصية والمناطقية والقبلية هي هذا هم الجنوب اليوم إذا أردنا أن نتقاوز هذه المرحلة على الأنتقال أن يحدد أهدافا ماذا يريد؟ ماذا يريد؟ هل يريد دولة؟ الحوثي أعلن بيان تشتوري وشكل حكومة أنت لماذا عطلت الحياة؟ وبقيت أيضا معطل حياتك أنتك هذا التناقض الذي تتحدث عنه دعني أنقل إلى سيد الصالح سيد الصالح أنت الآن تتحدث على النموذج الذي قدمه الحوثيون في المحافظات في البلد بعد سبتمبر 2014 وأنت قلت أنهم تحملوا مسؤولياتهم في ذلك وأن المجتمع الدولي حملهم المسؤولية أيضا في المقابل لا يبدو المجلس الانتقالي يقوم بذلك بعدما قام بإخراج الحكومة قام بطرد الحكومة كما يقول سيد السعدي أنتم تتحدثون على ضرورة أن تقوم الحكومة بأعبائها وتتحدثون عن شرعية الرئيس هاري لكنكم بالمقابل تطردون الحكومة الشرعية ما هذا يعني التناقض في نهاية المطاف جميل أعطني وقت لو سمحت لأشرح هذه النقطة ووضحها بطريقة صحيح دون مقابل ألو تكرمت في الحقيقة أن مثل ما قلت لك أن الحوثي لم يكن يعمل ذلك في تلك الفترة من أجل محبة للناس ولكن من أجل الواجبات التي عليها هذا أولا ثانيا هناك فارق تشبيه كبير جدا بين ما يحصل في عدن وما حصل في صنع المجلس الانتقائي الجنوبي تحركة سياسية لم يعلن على الإطلاق سيطرتها على الدولة أو طرد أحد من البلد على الإطلاق لم تكن الحكومة في أساس موجودة كان وزير أو وزيرين موجودين وغادروا بينما بقيت الوزراء الذين حصلت الإشكاليات الأسكرية لا زالوا موجودين في عدن لم يطرد أحد على الإطلاق رئيس الوزراء في الخارج له أشهر كثيرة جدا ثم أن المسؤوليات التي يفرضها من يقبض إرادات الدولة ومن بديه البنك المركزي وتواقع الشيكات نزالت بيد الشرعية وهذا الأمر لا يصدط عليها الواجبات على الإطلاق المجتمع الدولي يتعامل بوضوح في هذا الأمر لكن دعني أقول وأؤكد بأن الحكومة نفسها عندما كانت بكل قواء وكل موظفها متواجدة في عدن ولديها الأريحية في العمل لم تقم حتى بالحد الأدنى من واجباتها كان هناك فساد مالي وإداري كان فشل في الخدمات وبالتالي من باب أولى اليوم ستستخدم هذه الورقة عن طريقها بشكل مباشر أو عن طريق من يوالوا لها أو الخصوم السياسي مرة أخرى لتأليب الناس في الشارع على المجلس الانتقالي لكن دعني أقول بأن المجلس الانتقالي والقوى الجنوبية قاطبة لديها خيارات مفتوحة هي اليوم فقط تحاول تماما أن تسمع لصوت العقل والمنطق مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية والإمارات التحالف عامة حول موضوع الحوار الذي حاصل في جدة لكن إن حصل هناك يعني بعض التملص من كثير من الالتزامات ستكون هناك خيارات وخيارات مؤلمة وموجعة للجميع لن يسمع المجلس الانتقالي والقوى الجنوبية بأن تبقى الأمور في هذه الدائرة وفي هذه النقطة لكن نحن اليوم نعطي مساحة نعطي مساحة لكافة الحوارات نعطي مساحة للسلام نعطي مساحة للتفاهمات لكن هذا الأمر ليس إلى مال انهاية على الإطلاق ستكون هناك نقطة ومن بعد هذه النقطة سنبدأ سطر جديد وستكون أمور مؤلمة للجميع وسيتباكون مرة أخرى نحن نقول بأن لديهم اليوم القرارات وهم في الخارج لأننا لم نعلن انقلاب الأمر لم يحصل على الإطلاق ولكن هناك كثير من المفاجأة إن أرادوا ذلك وهم يدركون حجمهم ومكانتهم نعم المواطن يعاني مع ذلك وستبقى معاناة نوعا ما نسبه لكن المجلس الانتقالي سيحاول بكل إمكانياته وعلاقاته الخارجية بأن يحاول أن يردم هذه الفجوة وأن يستطيع العمل في الحد المقبول والمتوسط لتوفير الخدمات ولتوفير الأمن وبالمناسبة رغم أن المؤسسات لا زالت مع الدولة لكن تدخل من ينتمو للمجلس الانتقالي ضمن مؤسسات الدولة في المرحلة هذه أعطى مساحة جميلة في كثير من مؤسسات الدولة لعملها خصوصا في توفير الوقود والغاز وتوفير الكهرباء وغيرها من الأمور أما مؤسسات الدولة كما قال ضييفكم القاهرة غير صحيح لم يأتي هناك أحد يقتحم مؤسسات الدولة حصل هناك أما مشادات بين موظفين المؤسسات داخلها أما أن أحد أتى من الخارج هذا أما غير صحيح ولم يحصل إلى الآن الإطلاق ولا يجوز بأنه شوه بعضنا البعض بأدئاءات غير موجودة من كان لديه فيما يتعلق بالحديث عن الحكومة الآن يعني ما الذي قام به المجلس الانتقالي بالضبط يعني الحديث عن التحركات التي قام بها في عدن الحديث عن فساد الحكومة دوما ثم بعد ذلك العودة لتحميل الحكومة مسؤولية إدارة الخدمات الآن يعني هذه الحكومة التي تقولون أنها فاسدة تلطبون منها إدارة خدمات بعد أن خرج المجلس عن انتقالي عنها عليها بقوة عسكرية وواجهها عسكريا هل برأيك أن هذا الأمر سيكون مقبولا لدى المواطنين المواطن ليس غبي للدرجة التي ينشرها بعض وسائل لإعلام المعادية على الإطلاق المواطن أصبح لديه إدراك المواطن في خمس سنوات خلت إلى قرابة خمس سنوات والحكومة مسيطرة ولديها كل الإمكانيات ومتواجدة على الأرض لم يجد الخدمات لم يجد رواتبه لم يجد الحد الأذنى من ما يفترض أن يحصل عليه كحقوق وليس كمنه من أحد على الإطلاق وكان الفساد مستشري وبالتالي عندما تتغنى الحكومة الفاسدة اليوم أو من ينتمي لها يقول لك بأنه كأن الأمور هناك فشل في عدن كأنهم كانوا معيشين المواطنين في جنة هذا أمر غير صحيح على الإطلاق لكن دعني أقول لك كثير من الناس يظنون بأن هناك خطاب مزدوج في المجلس الانتقالي لا المجلس الانتقالي كان يتحدث عن الفساد وعن الفشل والحكومة موجودة داخل عدن ويتحدث عنها اليوم كمسؤولية قانونية وأخلاقية لا زال إلى الآن لكنه لن يقف مكتوف الأيدي إذا ما استمرت الأمور هناك مساحة للحوار لعل يتم إصلاح هذه الحكومة لأنه لا يمكن أن نجرب المجرب مرة أخرى نقول بأن الحكومة كمسمى وككتلة هي تحمل المسؤولية بأما أنها تستلم إرادات ولا زالت هي المعترف بها والمجلس الانتقالي يأثر بشريعية الرئيس هذه فبالتالي لا زالت المسؤوليات القانونية هناك عليهم لكن وهذا الأمر يأطي مساحة للتفاهمات لكن إذا لم نصل إلى تفاهمات وإذا حلحلت هذه الأمور وإصلاح هذه الحكومة الفاسدة ستكون هناك إجراءات ما رأيك سيد سعدي ما رأيك يعني هو يقول أنه الآن لا زال هناك محاولة لأعادة تصحيح هذه الحكومة وإذا لم تصلح الحكومة نفسها سيكون هناك إجراءات المعذرة السؤال لي نعم أخي أحمد ما زال في خباب المدى الثوري وخباب التهديد أنا أعجبها ناغش معاون ناغش موضوعي أنت تقول أن الحكومة كانت فاجدة أثناء تواجدها ولا تعمل شيء وكانت عاجدة وكانت وكانت إذن لماذا أنت منحت الحكومة ورغة استخدمها لماذا عضيت الحكومة مبررة لماذا تحرك تحرك غير مدروس غير محسوب العواقب يعني أنت بكذا حدمت الحكومة هل نعتبرك أنت مثلا والإنتغالي جند من جنود الحكومة الفاسدة بحيث أنكم منحتوا هذه الفرصة ووصلتوها إلى أنكم تمنحوها حق الدفاع عن نفسها أن هؤلاء ضرورون وبالتالي أنا ما قدر أتمن هذا الكلام أنا جنوبي وأنا من غيادة الحراك الجنوبي لا أحد يقدر يزايد عليها وأنا لا أغف ضدك ولا أغف ضد الانتغالي أنا رجل أقول لك أنه أهلي في عدم ولا يجب أن تكون قوتنا هي عذابات أهلنا أنتم الآن ما فيش قوة معكم المعروف المعاركة ماذا يدار فيها وأنا رجل تابعت المعاركة أول بأول المعاركة كانت معروفة وكيف انسحبت وكيف سيطروا على 75% قوة الشرعية عليكم وبعد أن تدخلت الإمارات وحسمت المعركة لا نتكلم في هذا الموضوع ولا نزايد على بعضنا ولا نكذب أنت الآن في قناة يمنية ما أنتش في قناة جنوبية أخي حمد بحيث أنك تطرح هذا الطرح أطرح طرح العارف لكن سيد السعدي أنا أتكلم على أنه إذا كنتم فقط تراهنون على صبر المواطن أنه بيصبر وانتوا باتتمارسوا نفس الممارسات اللي يمرشد على الرئيش في أنه يتنازل عن سقطرة لطرف إقليمي معين أو يتنازل عن المطار أو يتنازل عن المينة هذه المساومات يجب أن تكون عندكم قوة لتمتفيدها وليس المراهنة على عذابات الشعب أنا أتكلم لكن سيد السعدي يعني في نهاية المطاف في هذا الوضع الملتبس ألا يبدو أنه من غير المنطقي مطالبة المجلس الانتقالي بتوفير خدمات كما يبدو عجزة الحكومة بكل الدعم الموفر لها على توفيرها من قبل يعني في نهاية المطاف كما يقول سيد الصالح المجلس الانتقالي لا يملك الإرادات التي تملكها الدولة فكيف يتحمل مسؤولية الخدمات إذن هناك في وسائل يا أشهد العجيز هناك في وسائل للضغط على الحكومات ومعروفة نحن في عالم ما نحن في جزيرة يعني مغلغة علينا نحن عايشين في عالم مترامل الأطراف ونشوف كيف تعالق الغضايا في الشرق والغرب هناك في وسائل تدريجيا تبدأ بالضغط على الحكومة من خلال الاعتصامات من خلال تعليق الشهرات من خلال العمل العسكري واقتحام مؤسسة الرعاشة واقتحام مؤسسة الرجرة واقتحام المؤسسات الحكومية واعتقال الماش والزجبهم في الشجون والقاتل والسحل هذه مراحل انقلابية نهائية آخر المراحل هذه عندما أنت تنوي لتشكيل دولة يفترض أنه يكون عندك خضاب دولة بعد ذلك تصدر ديان دولة تعين حكومة صيدر تعلم ديان رغم واحد باشتغلال الجنوب أنت تقول أنك تريد استغلال الجنوب أنا معه أنا أريد استغلال الجنوب لكني أرى اليوم ما يدور في الشاحة هو ضد استغلال الجنوب وإنما بحث عن تحسين مواقع في مراكز الدولة وهذا ما يحدث اليوم في جدة وفي الرياض ونحن أعلنها بصراحة أن الحوار مع المليشيات لن يصنع وضع آمن وعلى الشرعية أن تتمسك بشرعيتها ما لم ستصبح جزء من هذه المليشيات وسيحسبها الشعب اليمني شمالا وجنوبا أما غضية الجنوب فنحن من سيغف خلبها ونحن من سيطالبها نحن باللقنابع من عام 1990 وليس من عام 1994 من عام 1990 منذ العام الأول الالي فشل الوحدة اليمنية و?] وكنا الخلايا الأولى اللي رفضوا الوحدة بالشكل اللي تم تلك واليوم نحن بتمسكين بها وهناك مناملين شرفا جنوبيين اليوم أوغصوا وشردوا وتردوا من الجنوب لأنهم بتمسكين بالخضية الجنوبية الغضية الجنوبية حلها ليش بالحوار مع الحوثي ولا مع الشرعية ولا مع بارغ محمد دائرة معينة لا الغضية الجنوبية حلها بالعمل العقلاني وبالعمل السلمي الذي ارتداه الحراك الجنوبي السلمي للوصول إلى غاياته لا نزايد على أنفسنا أنتم ذكيتوا بنا في متاهة ستضيع الغضية الجنوبية وأنا أراهنك إلى اليوم إلى عشرين سنة أن الغضية الجنوبية ستصبح مقرد وضائف يحاول البعض الوصول إليها وهذا لن نسمح بها مضلغا نحن الآن نتحدث عن كيفية أعضاء أهلنا حق الحياة لا نتحدث عن فلسفة ولا نضغط نحن بكلوء المواطنين ومعاناة المواطنين في عدن على السعودية ولا على غيرها من الأطراف ولا على الشرعية لقبولنا كشركاء في الحكومة في ألف وسيلة ووسيلة بدل ما تنمح شعبك لكي توصل إلى وظيفة حكومية أحيي شعبك لكي يوصلك هو إلى أهداف أعلى وأشمع ومنها الاستقلال لأنا وأنت وغيرنا نتغنبه ولكن الكثير مننا يعمل في اتجاه مخالف له طيب سيد صالح يعني الآن في ظل يعني عندما يقول قيادة في المجلس الانتقالي إن مهمة المجلس ليست توفير الخدمات للمواطنين طيب دعنا الآن نفهم ما هو المجلس الانتقالي ما هي مهام المجلس الانتقالي ما الذي يقدم المجلس الانتقالي إلى المواطنين في المحافظات التي يسيطر عليها شيء ببساطة جدا المجلس الانتقالي مكون سياسي يمثل إرادة شعبية حقيقية هل رأيت مكون سياسي خارج إطار لا يشكل الدولة يوفر للناس غاز وكهرباء وبترول في أي مكان في العالم لا يمكن هذا العمر لكن ليست هناك مكونات سياسية عادة تمتلك ميليشيات ليس هناك مكونات سياسية لديها أذرع عسكرية لا توجد هذه الميليشيات بالنسبة لكم أنتم نحن نتحدث عن قوات عسكرية ليست هناك مكونات سياسية تمتلك أسلحة يعني قوات عسكرية ونخب أمنية تأتمر بأمرها هذه مشكلتكم أنتم تسميات أنا أتحدث لك على قوة عسكرية بقرارات جمهورية هذه قوات دولة ليست قوة خاصة بالمجلس الانتقالي قوة بقرارات جمهورية أصدرها الرئيس عدرب منصور هادي ومثبتة ونشرت في الجريدة الرسمية لكنها تخالف قرارات الدولة يعني إذا ما تعلق الأمر بمثلا القوات التي هاجمت قوات الرئاسة التي تتبع الحكومة الشرعية مخالفة قرارات وزارة الدفاع وهيئة الأركان إذن بمن تأتمر هذه القوات هذا السؤال يوجه لمن عينها لكن دعني أقول لك شيء آخر نحن لم نتعامل مع مخرجات الحرب بالطريقة الصحيحة المتناسبة مع الواقع هذا أولا يعني مخرجات الحرب أفرزت قوة عسكرية وسياسية جديدة أتت قوة جديدة لتقفز لا قبولها في الشارع لا عسكريا ولا سياسيا أرادت استخدام مظلة الدولة لتكون هي الآمر الناهي وتتسيد على الناس في بلادها وهذا أمر هو من خلق فجوة حقيقية لماذا أصبحت هذه القوة تواجه بعضها البعض وهي قوة رسمية بقرارات يمهورية أود فقط أن منبه صديقي وأخي وأستاذي العزيز السعدي أود أن لا أحد يزايد على أحد في الجنوب ونحن نكن نحن كشباب في الجنوب للقادة الذين قدموا الكثير في فترة الحراك الجنوب ولزالوا إلى اليوم وهذا حقهم ولن نستطيع على الإطلاق أن نتحدث عنهم أو إقصاهم لأنه لا نمتلك هذا الحق أطلاقا نحن نقول فقط بأن هناك بعض التباينات الصغيرة بين القوى الجنوبية نتمنى ردمها بين القوى الجنوب التي تؤمن بالجنوب سواء عن طريق الجنوبين المتواجدين ضمن قوى الشرعية أو هم خارجها القضية الجنوبية هي أمام عيوننا جميعا ونتساوى في الحقوق والواجبات ويفترض بنا ابتعاد عن لغة التخوين أو الوعيد لبعضنا البعض بما أننا نسير في خندق واحد هناك مشاريع سياسية تفصادا مع بعضها البعض ويفترض بنا أن نختلف ونتفق ونبقى جنوبيين دون إقصاء أو تخويل لأحد على الإطلاق لا أستطيع أنا أو غيري في الحقيقة أنا أتي أتحدث على رجل بحجم هذا الأستاذ محمد السعدي لأنه رجل ذو باع طويل جدا في النظال مثله ومثله الكثير حتى وإن تباينت واختلفت بعض الرؤى السياسية لكن دعني أؤكد مرة أخرى حول موضوع العلاقة مع الشرعية العلاقة مع الشرعية هي من علاقتنا أيضا مع التحالف نحن ندرك تماما المعطيات الدولية حول موضوع الملف اليمني الذي هو أولا أن البلف كله تحت البند السابع وبالتالي أي إجراءات أحادية من طرف واحد ندرك عواقبها وندرك منها الشعب منها الفصل السابع لا يعني عدم سيادة الحكومة الشرعية على الأراضي التي هي فيها يعني يجب أن يكون هذا الأمر واضح لكن الآن عندما نتحدث عن المجلس الانتقالي يتحدث أن هناك دولة يريد أن يسعيدها المجلس الانتقالي إذا المجلس الانتقالي لم يستطع إلى الآن تقديم خدمات فكيف سيدير دولة يا رجل؟ جميل السؤال هذا في الحقيقة إذا أنت ترى الدولة القائمة بذاتها لم تستطيع أن تقدم خدمات معنى ذلك يجب أن يبحث عن مدير المجلس الانتقالي لم يجرب إلى الآن لم يسيطر المجلس الانتقالي على إرادات الدولة ومؤسساتها من أجل أن نتحدث عنها بأنه فشل لم يفشل المجلس الانتقالي ولم تفشل أي قوى جنوبية بالمناسبة أنا مع كل القوى الجنوبية التي تدعي باستعادة الدولة الجنوبية مهما كان اسمها لا أهتم بمسمياتها أو ولائها أي يهمني استعادة الدولة الجنوبية ويهمني حاليا الآن التوافق حول وجود كيان جنوبي آخر مرة أخرى للقوى التي لم تكن ضمن المجلس الانتقالي بأن تكون أيضا لها يد في النضال لا يتركون الأمر مثل ما يقول الأخ سعدي بأنه نحن سنقف هنا رجل هنا ورجل هناك لا يجب أن تتحركون بما أنكم لستم مع المجلس الانتقالي ولستم مع الشرعية أين دور القوى الجنوبية الأخرى في مساعدة المواطن في خلقه هذه القوى الجنوبية كما يقول لك سيد السعدي لم تكن مع المجلس في تحركاته ضد الحكومة الشرعية وبهذا الشكل الصارخ ضد القانون اليمني في هذه الحالة باستخدام السلاح بهذا الشكل هذا ما يقوله ويفهم من كلامه جميل جدا هم نعم كثير من القوى يدعون بأنهم ضد المجلس الانتقالي لكنهم لا يقفون ضد الشرعية لأن كثير من مصالحهم لا زالت مرتبطة بالشرعية أنا لا أرفض بأن يكونون جزء من الشرعية من أجل أن أفهم منك سيد السالح هل تريد أنتم من كل القوى أن تمشي كما يريد المجلس الانتقالي حتى تتحمل هي المسؤولية أيضا ولكن أنتم من توجهونها في نهاية المطاف لا على الإطلاق لا أحد يستطيع أن يوجه أحد نحن نلبرك تماما سياسيا بأنه لن يعود هناك وطن إلا بشراكة وانفتاح نحن لدينا تجربة كبيرة جدا وبالتالي لن نعود مرة أخرى إلى مربع الإقصاء والتخوين والتهميش سواء سياسيا أو مناطقيا أو قبليا أو حزبيا هذا أمر مرفوض على الإطلاق وندرك تماما بأن هناك شريحة أيضا ليست مع المجلس الانتقالي إلا لها كل الاحترام من أبناء الجنوب وسنحاول خلق نوع من التفاهمات مع أبناء الجنوب لن نخسر جنوب بعد اليوم من أجل أي مشاريع أخرى مستوردة على الإطلاق نعم هناك تباينات وهذه سنة الله في القارب حتى الدول القائمة لديها خلافات وتباينات بين قواها وأعزابها لكننا نحن نريد أن تبقى في إطار هذه الدائرة من الخلاف السياسي للبحث عن نقاط مشتركة ومن خلال العودة مرة أخرى إلى مسار إدارة الجنوب وهذا ما سيحصل لن نقبل بأن يكون هناك جنوب متشرذة مع الإطلاق ولن نسمح لأي قوة حزبية من خارج الجنوب بأن تستغل بعض القيارات الجنوبية لتؤلبها رد بعضها البعض على الإطلاق هنا المجلس الانتقالي قوة سياسية موجودة على الأرض لديه أخطاء مثل ما لديه كثير من الأمور الحقيقية والصحيحة ومثل أي قوة أخرى نحاول تصحيح أي كيان يعمل من أجل استعادة الدولة الجنوبية ولا يوجد عصمها لأحد على الإطلاق ويجب أن يبقى هذا الأمر عنوان عريض لكل من يدعي بأنهم استعادة الدولة الجنوبية يعني لا يمكن أن تكون ضد المجلس الانتقالي وتناصر القوة التي تؤدي الجنوب نكاية في المجلس الانتقالي هذا أمر فقط من المسخرة لكن إن أردت أن تكون جنوبي وهذا حقك وضد المجلس الانتقالي يجب أن يكون لديك مسار آخر موازي لعمل المجلس الانتقالي ليست الضرورة أن يتفق معه في التصرفات ولكن يتفق معه في الهدف في الوصول إلى استعادة الدولة الجنوبية وهذا ما نعمله من كل إخواننا الجنوبيين الذين يقفون في مسار آخر لأن الجنوب يجب أن نتسعنا جميعا ولن نرضى بأن يكون هناك جنوبي لاجئ أو خارج البلد مرة أخرى لأنه اختلف مع قوى جنوبية داخل الجنوب هذا أمر مرفوض اليوم نحن في القرن الواحد والعشرين مع أهد الامتتاح وقبول الآخر وإدارة الخلافة ما بيننا البين بالطريقة الصحيحة الديمقراطية وإعطاء مساحة لكل الأصوات مهما اختلفنا نحو إياها شريطة أن تظل في إطار المشروع الجنوبي المتمثل باستعادة الدولة الجنوبية سيد السعدي ما رأيك؟ في هذا السياق بدأ سيد صالح كلامه أنه هو مكون سياسي ولا يطلب عادة من المكون السياسي أي خدمات طبعا مثل المكون السياسي ما إلا شيء بعيد عن الواقع الوصف بعيد عن الواقع اليوم نحن أمام قوة عذكرية تم تلك دبرات ودرعات ودخلت في معركتها أيضا طائرة ضربة عوات الشرعية في مناطق في أبيانو في العالم وخيرها فلا حديث عن المكون السياسي وإنما حديث عن مكون عشكري موجود فنبتعد عن هذه النوضة هذا جان والجانب الثاني أنا لا أرى من المنطقة أنه نستهم كل من يخفل في معنى أنه أن تتفضل من التيار الآخر نحن كقوة جنوبية رأينا في رؤانا التي طرحناها ووضعناها على الأقوة في الانتغال وغيرها أنه لابد من التعاضي مع الشرعية وخصوصا أن الشرعية المتواجدة هي أنصرها جنوبي خالص يعني ما فيش شماليين بكلمك بالعربي يعني واضح ما فيش وصدها شماليين بحيث أننا نجدعي أو نخلق مبررة لضربهم وأنهم دخلوا أربنا وعلى الشعارات والتعبير الموجودة طبعا كانت القوى كلها جنوبية فنحن كنا من دعاة التعاضي مع القوى هذا بإطار العقل والمنطق وإطار مصلحة الجنوب أولا وإطار معركة التحالف العربي الذي نحن جزح منها كنا موجودين في الميدان في 2015 وكنت أنا أحد أعضاء القيادين في مجلس المقاومة الجنوبية وأصبحت اليوم في خارج البلد لأنه كان لي وجهت نظر للضيوف الذي جاءوا بعد تحرير عدن من الحوثي ويعني استجابوا لمصالح بعض الأطراف التي حربت علينا قبلهم ورفضناها وأصبحوا هم الممثلين نحن الآن نريد أن أؤكد على شيء مهم جدا لا نريد الزج بغضية الجنوب في كل خطوة غير مدروسة علينا أن نحترم هذه القضية ونحترم شهدائها لا نزج بغضيتنا في خطوات غير مدروسة الخطوة علينا أن نعترف أيضا أن الأخوة في الانتقالي أقدموا على خطوة غير مدروسة الأخوة في الانتقالي أقدموا على خطوة وهم يعيشوا دورين في عان واحد دور أنهم كتيبة في إطار جيش أقليمي يحارب الإصلاح ومن وراء من القوى الإسلامية ودور آخر أنهم حملوا لمشروع المنوب أبطربت عندهم البوصلة وأحفأوا الطريق فلا أنهم أصبحوا كتيبة في هذا الجيش الإقليمي ولا أنهم أصبحوا متمسكين بغضيتهم فهم اليوم موجودين في جدة يبحثون عن أشياء هي موجودة عندنا معلومات عنها وبيعرفها المجتمع الجنوبي لن نستبغى الأحداث حتى لا يقال علينا أننا مش هو أخوتنا ننتظر وسنرى الحصيلة غدا وغدا اللي نظره قريب أنا أود التركيز على نقطة معينة أنه الرهان على عذابات الناس ليس حلا منطقيا ولا عقلانيا هذا ما تقوله أن تلعب على عذابات الناس يقوله آخرون أنه أن الانتقالي سيد الصالح أنا أسألك يعني الهروب من جانب الخدمات هذا وما يوصفه السيد السعد بأنه لعب على عذابات الناس يقول كثيرون أنه في حقيقة الأمر ما هو إلا تنفيذ من قبل الانتقال لأجندة إماراتية ملبسة بشعارات القضية الجنوبية ولا علاقة أبدا أبدا للمواطنين الجنوبيين بما يفعله الانتقالي في المحافظات الجنوبية ما رأيك؟ أولا دعني نعيد توصيف الأمور الإمارات إلى هذه اللحظة لازالت جزء من التحالف الذي استدعاها الرئيس هادي ولم تصدر الشرعية إلى هذه اللحظة لأن الإمارات خارج إطار التحالف فبالتالي عندما نتحدث عن الإمارات يا رجل هناك في مجلس الأمن سفير السعدي تحدث بشكل واضح وأدان وطالب من المجتمع الدولي إدانة التحركات الإماراتية في الجنوب كيف تقول يا رجل؟ اسمع لي تحدث عن حالة بعينها لكن لم يتحدثون عن تواجد الإمارات عن مشروعي التواجد تحدثوا عن شخص حالة بعينها وسموها بالإسم لكن عندما نتحدث لك الآن عن تواجد الإمارات نحو نتعامل معها من تعاملنا مع الشرعية لأنها هي التي استدعتها ولسنا نحن هذا أولا ثانيا العذابات الشعب نحن الشعب في الأساس نحن في خارج السلطة نحن المواطنين أهالينا وأسرنا وعوائلنا وأقاربنا وأصدقائنا كلهم المتواجدين والذين يعيشون في عدن والجنوب عامة وليس من ينتمون للحكومة لأن هؤلاء رواتبهم بالدولار ويسافرون في الخارج وعوائلهم يدرسون في أفضل جامعات ولا يعانون مما يعاني الناس وبالتالي من مارس على الناس العذابات ومارس عليهم ما حصل فترات سابقة من فساد أدى إلى فشل في الخدمات والكهرباء واختفاء الوقود يعني ما الذي يضره اليوم في الذي حصل لهذا عندما تحرك المجلس الانتقالي والقوى الجنوبية التي مشاركها له تحركت من أجل إصلاح هذا الأمر وتضغط في هذا الاتجاه فلنجعلنا أنا وأنت الآن نكتفق والمشاهد الكريم نسميها مثلا مثل أي قوى خرجت على الدولة لإصلاح الخدمات أو مطالبة بحقوقها العلم عن المجلس الانتقالي والقوى الجنوبية أعطت فرصة قبل مواجهات السلاح وقبل أي مواجهة أخرى من أربع سنوات كانت كل يوم تتحدث عن الفشل وتخاطب القوى تخالب التحالف يا إخوان لدينا مشكلة المواطن يعاني الرواتب لا توصل هناك فساد في المؤسسات العسكرية تصرف رواتب لجهود مجهولين غير موجودين عشرات المليارات تم إهدارها إلى الآن حتى ما رأيناه اليوم في جبهات العسكرية قوات التي كانت مخزونة لأربع سنوات يفترضها كتال الحوثي وكانت تدعي بأن لا يوجد سلاح ولا ذخيرة ولا أموال بالأمس رأيناها تزحف بعشرات من المعدات ومن المدرعات ومن الآليات وهناك أوثائق تثبت صرف أكثر من خمسة مليار ريال وهم يقول ليس لديهم شيء أين كان هذا كله والمواطن يعاني نحن يجب أن نسمي الأمور بمسمياتها قد تكون هناك أخطار لدى المجلس الانتقالي لكن الدولة هي الأساس اليوم القائمة ويجب أن تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية ويجب عليها أن تترك الناس تحاسب لا يوجد حكومة استمرت إلى مال نهاية لكن الشعب يبقى إلى مال نهاية والدولة تبقى إلى مال نهاية نحن نريد أن نبعد مسألة المواطن عن المكايدات والمناكفات السياسية وبالتالي يجب على الجميع أن يساعدون في هذا الاتجاه أن توفر الكهرباء اليوم في عدل ليس نجاح للالتقالي أو فشل للحكومة الحكومة نزال في قائمة أن توفى الرواتب الناس والخدمات والحد الأدنى لا يعتبر نجاح للانتقالي وفشل للحكومة لأن الحكومة هي التي ستصرف وبالتالي يجب على الحكومة أن تقوم بواجبها وبالأكس ستستخدم هذا الأمر كمكسب أمام المجتمع الدولي ستقول نحن من طرفنا وستثبت ذلك بوسائق أمام الناس ونحن من أعطى لكن اليوم عندما يحصل الخلل الذي نراه أمام حينها فمعنى ذلك بأنها هي من تتحمل المسؤولية لأنها هي من تمارس العذاب وتمارس الإجرام في حق المواطنين باستخدام أدوات قانونية وهي المال الذي يفترض به بأنه مال المواطن وهو حق من حقوقه والدولة فقط هي موجودة لتديرها فقط يعني في نهاية المطاف في لحظة من اللحظات سيقال أو يقول هناك كثير من من يدافعون عن الحكومة أنها ممنوعة من التواجد بفعل قوة عسكرية في المحافظات لذلك هي غير قادرة على العمل لكن هذا أمر سيأخذ جدال كثير إذا ما دخلنا فيه لكن دعني أسأل السيد السعدي حول النقطة يعني عندما يتحدث كثيرون سيد السعدي على أن ما حدث بالفعل هو أن كان هناك ضوء أخضر وتمويل إلى حد كبير من قبل الإمارات للمجلس الانتقالي ودعم للقيام بهذه الخطوات لكن في لحظة ما وبسبب تصاعد ردة فعل الحكومة بهذا الشكل أغلقت الحنفية كما يقال بالعامية ما الذي تريد أبوظبي بهذه الحالة في الجنوب ألا تهتم بصورة من يمثلها هناك برأيك أم ليش هناك أولا يجب عندما نتحدث عن علاقة يجب أن نقش أطراف العلاقة هل العلاقة التي تربطها أطراف هذه العلاقة هل الأطراف تربطهم علاقة ندية أم علاقة تابعة ومتبوعة لا تقدر تتحدث بعدين الأخوة في الانتقالي للأسف وهم جزء من النسيج السياسي الجنوبي حتى وإن خرجوا في الفترة الأخيرة وتحولوا إلى قوى عسكرية هم لا يمتلكون الندية مع الأخوة في الإمارات هم يعملون على طريقة التابعة والمتبوع وبالتالي المتبوع دائما يتلقى التوجيهات ما يفرض آراء ما يفرض قرارات ما يفرض رؤاء يضرحها هو يستلم تعليمات وتوجيها تنفده وأحداث يناير التي وصلوا فيها إلى أبواب معاشق وقتل أكثر من خمسين شاب من أبناء الجنوب وفجأة عادوا إلى مواضعهم هذه تثبت الحالة التي نتحدث عنها ما هو المشروع لطرف أقليمي معين في عدن؟ أنا بصراحة حكم تعليم منذ عام 2015 عندما وفرنا كمجلس للمقاومة موانئ على شابع البحر في أماكن في رات عباش وفي البريقة وفي أماكن أخرى وظالبنا أن ينزل السلاح في هذه الموانئ وأن تقوم مجلس المقاومة بتوزيع هذه السلاح بشكل منظم بحيث يتم اجتعادته عند انتهاء المعارك ورفض ضرفاً ما هذا الكلام وأنزل السلحة من الجو ورماها في أماكن موضوعة بقوة وصنع قوة وبلاطقاء وقوة عسكرية وقوة مليشيات من خلال هذه السلحة هذه الحادثة وأوضحت الصورة أن هناك رسالة تدميرية وليش رسالة بناء يتم التحضير لها في هذا البلد أو في هذا الشطر من اليمن عندما ترمي السلاح من الجو في أرض أنت لا تعرف مقوناتها ماذا تنتظر؟ هل تريد أن تقول لي أنك تريد أن تبني لنا نبحث شحاب بالطريقة ذي؟ وتريد أن تسغينا مع مقطر؟ وتريد أن تجعلنا في مصارف الدول المتقدمة؟ لا أنت تريد أن تزرع فوضى تريد أن تجعل السلاح في يد كل فرد والسلاح به بالإنسان الذي لا يعرفه وخبر عليه وعلى اللي حواليه هذه النقبة جعلتنا نحكم مباشرة على أن هناك مشروع تدميري تمت العملية التفاوض معنا كمجلس مقاومة ورفضنا المفاوضات وكنا طرحنا مشروع مقابلة القيادات السياسية في المملكة العربية السعودية وفي الإمارات العربية المتحدة وبالفعل تم أخذ جوازاتنا وتشكيل الوافد وإلى آخر وجاءت أحداث دراماتيكية توفى فيها أو استشفت فيها أو قيل فيها محافظة عدن المحافظة العدن جعفر محمد سعد جعفر محمد سعد رحمه الله وبعدها تحولت كل الخطوات باتجاه تشكيل مجلس هلامي سنية بمجلس الانتقالي للأسف الشديد فيه من المعتقدين الذين كنا قبضنا عليهم في أثناء معارسنا مع الحوثي وهم يقدمون خدمات للحوثي أصبحوا قيادات علينا فيه من رفض أن نتحدث عن المقاومة الجنوبية في الأخ هاني بمبريك رفض الحديث عن المقاومة الجنوبية عندما كنت أنا أطرح أنه اسم المقاومة مقاومة الجنوبية وهو يطرح لا اسم المقاومة يجب أن يكون المقاومة الشعبية أصبح أيضا قيادي يتحدث عن الغضية الجنوبية وهو من طالبني في يوم ما أنه لازم أنزع المثلث الأزرق والنجمة عشان يحمل العلم والتسجيلات موجودة بيني وبين الأخ هاني وما زلنا نتواصل بهذه الأمور هذه كل هالحقائق عطتنا انطباع أو صورة واضحة عن ما يحاق لوطننا نحن إذا كان الأخوة في الانتقال سيأتون بالجنوب سنكون أول المباركين وأول من يشد على أيديهم ولكن نحن ندرك جيدا أن هذا المكون تم تكوينه لضرب القضية الجنوبية هذا المكون تم تكوينه لضرب القضية الجنوبية ما رأيك سيد الصالح؟ والله مثل ما ذكرت الأستاذ أنا أحترم الأستاذ السعدي ولكن لم أكن أتمنى أن يدخل في تفاصيل دقيقة هو في الحقيقة يعني في غنى عن ذكرها أمام الإعلام ما هي المشكلة يعني ما هي المشكلة في شفافية من هذا النوع لحظة أقول بأن الجنوب يتسأل الجميع إذا كان المجلس الانتقالي مثل ما يقول هو لا يمثل القضية ولن يعود بالقضية ما هو دورهم هم ما هو دور القوى الجنوبية الأخرى التي تقول بأنها مع القضية الجنوبية وهي ترمي نفسها في أحضان قوى ما يعني على الأقل نحن لن نحاكم الناس على نواياهم لأنه لا يعلم نوايا الناس إلا الله نحن نتحدث عن خطاب سياسي واضح للأرض وبالتالي نفضنا له لا يحيي مقوفنا من القضية على الإطلاق قد تكون هناك بعض الإشكاليات الشخصية حصلت في مراحل سابقة بين بعض الأفراد لكن قضيةنا ثابتة إنك جماهير وبين القيادة سواء في المجلس الانتقالي أو قوى أي قوى جنوبية أخرى هناك تقطع في الصوت سيد الصالح نعم لا أعلم ما هي المشكلة لا يصل بين القوى الجنوبية وبين المواطنين وليس محبة في الناس سيأتي قاعد من كان قاعد جنوب فترات سابقة كانت أسماء كبيرة لمعت وثم ذهبت واختفت وأتت قيادات واليوم ستكون قيادات لامعة وغدا ستختفي وسيبقى الصادق سيبقى المخلص مع الشعب طيب يعني بما أن هناك الصوت تقطع سأعود إليك سيد السعدي الآن يعني في ظل هذا الواقع الذي تعيشه المحافظات الجنوبية في ظل ما يبدو أنه فرض للمجلس الانتقالي لإرادة لسلطة عبر العنف وكما يبدو أنه استمرار لتجاهل مطالب الناس باعتقادك ما هي الخيارات المتاحة لدعمت الناس في هذه المحافظات أولا دعني أتحدث عن الأدوات التي تنفذل جرائم ضد الناشط جرائم التجوية وقبع الكهرباء والماء وغيرها من الخدمات التي يحتاجها المواطن الأخوات الانتقالي أقدموا على خطوة وهي واضحة للأيان عليهم أن يتخذوا قرار نحن كمواطنين نريد طرف يسيطر على الجنوب ويتحمل مسؤوليتها الشرعية ضلعت هي فشلت هي فشلت طوال فترة توجودها فشلت وحاولت تعمل ولكن موجود من يفشلها خلاص انتهينا منها ورغا وصبحت انتهت هي خارج الحدود الآن الآن الانتقالي هو المسيطر الآن على الانتقالي أن يواصل مسيرته ويعلن حكومة بتشيير عمال ويشتغل ظلما هو يمتلك قراره هو يمتلك قراره صح إذن يشتغل وظلما هو يقول للمقافع شعار اشتعادة الدولة إذن الشاعة هي على أغلب أصحابنا أبرك شاعة يعني يأخذ الجنوب خلاص انتهينا وشاعد باقي ما في مشكلة الجنوب صفائدين العاصمة في أيدينا وإذا صغطوا في العاصمة خلاص صغطوا في لغية المحافظات يعلنوا حكومة تشيير عمال ويشتغل والناس بتكون محهم ما يسألت أنه أنا أصيدر على الأرض ولازم يجي للطرف اللي طرفته خارج الأرض هو اللي يبني لا أرى أنها تتناسب والعرض ولا أرى أنه نحن كبار وناس انتقفين يجب أن لا نضحك على أنفسنا بمثل هذا الخطاب يجب أن نحترم عقول بعضنا لبعض أنت صيدرت أعلن دولة وانت خلاص عندك المشروعات استعاد الدولة خلاص أستعد دولتك شكرا لك إذا لا يحتاجون في هذا الكلام لا يحتاج الجنوبيون في هذا الكلام إلا مؤتمر جنوبي تقبل فيه كل القوى وتتمثل المحافظات ولمشي نشتغل لكن أنا بأطردك وانت لازم تقوم بالمهامك وأنا فقط بأقلش في الشوارع أو بأعمل لغات عسكرية هذا كلام مش منضغي مش صح إذا أحد دينا نناقش يعني معنات الناس معنات أهلنا أما إذا حبينا نناقش مسائل يعني خباب تحريضي خباب ثوري خباب هذا أنا أعتقد أنه انتهى وضحة النقطة إذن شكرا لك القيادة في الحراكة الجنوبي السلم يا سيد عبد الكريم السعدي كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة وكذا شكر موصول لضيف الآخر السيد أحمد الصالح الناشط السياسي كان معنا عبر الهاتف من نيويورك شكرا لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة والإنصاط في ختم هذه الحلقة تقبل تحياتي وتحية طاقمي العمل الفني والتحريري دمتم بخير في أمان الله اشتركوا في القناة